أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند الأهلي فقرة مهمة جدا لأن فيها تفاصيل متعلقة بأخبار الأهلي خلال هذه الفترة نبدأ مع بعض فقرة تريند الأهلي وحديث لبيتسو موسيماني من خلال الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر واللي كتبوا أن موسيماني يستقر على عودة الأساسيين في كأس الربطة استعداداً للمونديال كلنا عارفين أن المتبق للأهلي تلات مباريات في كأس الربطة تعدنا مع الجونات تعدنا مع الإسماعيلي باقي تلات مباريات أولهم بالتأكيد مباراة المولين العرب بعد غد إن شاء الله لكن قبل السفر يوم 31 يناير أكيد بيتسو موسيماني يبدأ الدفع بيه المجموعة الأساسية أفشا طاهر محمد طاهر لويس ميكي سوني إن شاء الله بعد عودته من موزنبيك لسه كمان برسيتاو الفترة الجاية كل المجموعة الأساسية ياسر إبراهيم رامي ربيعة كل ده مهم جدا ياخد جزء من المباريات في الفترة الجاية قبل السفر إلى أبو ظبي استعدادا لاخد مباراة منتري المكسيكي يوم 5 فبراير لازم تحضر ده زي ما قال موسيماني خاصة إنك لسه مش عارف موقف الدوليين في ظل إن لسه منافسات كأس الأمم الإفريقية مستمرة وهتنتظر لغاية يوم 3-2 إذا كنت ممكن تستعين بأحدهم أو هتستقر على المجموعة اللي موجودة معك لكن طبعا أكيد لازم ياخد جزء من المباريات في كأس الرب نروح ليه حساب الوطن سبورتو بيتكلموا على رسالة همة من موسيماني لمحمد هاني بعد إصابة أكرم توفيق شرحة نفسها إن بعد إصابة أكرم توفيق ما عندكش بديل في المكان ده إلا محمد هاني فيبدأ الكلام مع هاني على الاستعداد للفترة اللي جاء لإن فترة طويلة ما بين كأس عالم أندية دوري أبطال إفريقيا مباراة الدوري لإن أكرم للأسف إصابته ممكن تاخد على الأقل من 6 إلى 8 شهور طيب نروح كمان ليه حساب الأهرام وبيتكلموا على إن الكابتن محمود الخطيب يتدخل لاستخراك تأشيرة أكرم توفيق إلى ألماني فيه جراءات بيتم بسرعة جدا خلال هذه الفترة لحسم مسألة سفر أكرم توفيق وإجراء العملية الجراحية في أوروبا في الدوحة ده هيتحدد الفترة الجاية لكن طبعا الاتجاه الأقرب ألمانيا وطبعا الإجراءات دي بتاخد وقت ففيه اهتمام كبير جدا من الكابتن محمود الخطيب للإطمنان على حالة أكرم توفيق مهم جدا العملية الجراحية تكون بسرعة لكن الأهم بعد العملية الجراحية التأهيل هيكون فين لأن ده بيفرق كتير قوي في إصابات الرباط الصليبي وألف سلام على أكرم وربنا يسلم كل لعبتنا في الفترة اللي جاية حساب المصر الرياضي بتكلم على علي معلول يعني المؤمن دايما مصاب عندنا للأسف يمكن إصابات غريبة جدا سواء إصابات عضلية أو حتى الكورونا ومضاعفات الكورونا علي معلول بالأمس كلنا عارفين الاتحاد التونسي أعلن أنه أصيب بالكورونا وتم عزله في أحد الفنادق هناك في مدينة لين بي اللي بيلعب فيها المنتخب التونسي الخبر معي أن النادي الأهلي بيطلب من منتخب تونس تقريرا عن حالة معلول ده بالتأكيد عشان نطمئن على حالة اللاعب في ظل أن في بعض الأحيان لقدر الله الكورونا بتعمل مضاعفات وده اللي شفناه في حالة بدر بنون فبإذن الله اتعافى علي معلول وما يكونش فيه أي مضاعفات ونطمئن على حالة الصحية لفترة الجاية فلكن الفترة الحالية فيه تنصيق طبي كبير جدا ما بين الجهاز الطبي في النادي الأهلي مع الجهاز الطبي للمنتخب التونسي والجهاز الطبي أيضا كمان للمنتخب المغربي نروح لحساب بطولات وبيتكلموا على خبر مهم جدا خاص بمونتري المكسيكي بصوا التفاصيل الموجودة في الخبر الحساب الرسمي البطولات بيكلموا على منافس الأهلي منتري فيه تصرحات نشرت فيه صحيفة مركة الأسبانية بيقولوا فيها أن فيفا رفض تعديل موعيد كأس العالم للأندية وأزمة الدوليين لها حل هنا فيه شقين الشق الأول منتري بيواجه نفس أزمة الأهلي عنده لعبة دولية بتلعب في منتخب المكسيك وتصفيات كأس العالم عن منطقة الكونكاكا في أمريكا الشمالية بتتلعب وهتخلص يوم 3 فبراير قبل أولى مباراة منتري أمام الأهلي يوم 5 فبراير فعنده مجموعة من اللاعبين الدوليين طب هياخد اللعبة إزاي ويبعثها وتسافر أبو ظبي عشان يشاركوا في مباراتهم أمام الأهلي ده الشق التاني أنهم طالبوا من الفيفا تعديل موعيد كأس العالم أندية وأنا هنا في نفس المكان ده على مدار شهرين بأكد لأن ده من خلال مصادر رسمية في الاتحاد الدولي على مدار اليوم بجري اتصالات بالناس هناك أعرف موقف الفيفا إيه الناس من أول يوم واخد قرار كأس العالم أندية من 3 إلى 12 فبراير لا يقدر منتري يغير ولا الاتحاد الإفريقي يغير ولا حد يغير لأن المعدة تحدد بالاتفاة مع تشيلسي والاتحاد الدولي شايف أن مشاركة تشيلسي هي المشاركة الأساسية في البطولة للأسف هي نظرة للأسف للأسف نظرة مش كويسة لكن ده الواقع اللي احنا بنتكلم فيه ودي المعلومة المهمة اللي كان دايما أنا حريصا إلها لكل السادة المتابعين والمشاهدين لقناة الأهل منتري كمان طلب تأديل أو تغيير المعاد الفيفا رفض طب حل أزمة الدوليين بالنسبة لمنتري اتفق إزاي؟ إن المباراة الثالثة لمنتخب المكسيكي وهم 3 فبراير هو اتفق مع المنتخب المكسيكي عدم الاستعانة بلعاب منتري في هذه المباراة وبالتالي يكون عندهم صحة من الوقت أن يسافر إلى أبو ظابي لخوض مباراة الأهل ده موقف منتري اللي أكد كل الكلام اللي قلته خلال الفترة اللي فاتت إن للأسف هذه البطولة في معادها من 3 إلى 12 فبراير والفيفا أعلم بالأمس قائمة الحكام الدوليين اللي هجيروا المباريات ومنهم الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال الجزائري اللي هيكون موجود فيه منافسات كأس العالم للأندية آخر حاجة معايا في تريند الأهلي حساب في الجول وبيتكلموا على نجمنا محمود حسن تريزيجي والله أنا الخبر على المستوى الشخصي وكل جمهوري أهلي يتمناه لكن طبعا إحنا بنسعد دايما بوجود تريزيجي في أستون فيلا واستمراره في الدور الإنجليزي لكن الخبر اللي معايا فيه مصدر في الأهلي نفى لفي الجول وقال لهم لا صحة لوجود مفاوضات مع أستون فيلا لضم تريزيجي على سبيل الأعار طبعا تريزيجي لعب مهم وكبير بيشرف النادي الأهلي بيعتبره أحد أبنائه وبيلعب في أهم وأفضل مسابقة كروية في العالم لكن على المستوى الرسمي ما فيش أي مفاوضات لضم اللاعب ودي آخر حاجة متعلقة بتريند الأهلي كل التوفيلي تريزيجية ربي خلال الفترة اللي جاية ويكون جاهز مع المنتخب الوطني آخر حاجة قبل مطلع الفاصل كلنا عارفين أن بيتسو موسماني كمدرب جنوب إفريقيا من القرى الإفريقية يمكن خلال الفترة أخيرة سمى أكرم توفيق أو أطلق عليه رقب مفاسة وكلنا شوفنا طبعا المسلسل الجميل جدا أو الفيلم السينمائي الكرتوني بأسد الملك زاليون كينج وكلنا طبعا عارفين قصة مفاسة فالنهاردة بيتسو موسماني نشر صورة على الانستجرام وصورة الأسد صغير وهو بيتكلم مع أكرم توفيق لمفاسة قوم واستعد وجهز الفترة الجاية دعم كبير جدا من بيتسو موسماني وطبعا المسلسل الكرتوني ده احنا كلنا بنعشاقه زاليون كينج مفاسة أكرم توفيق يرجع يا رب خلال الفترة الجاية بسرعة